اشتركوا في القناة نهوض بالكلمة الحرة والمسؤولة وتمسك بالقيم المهنية للصحافة حيث كانت المؤسسات الاعلامية والصحفية وسوف تبقى شريكا في النجاحات من خلال ابرازها وتسليط الطوء على المنجز الوطني في مختلف المجالات وعلى المستويين المحلي والدولي اذ ان يوم الصحافة البحريني يوم يعتز به العاملون في القطاع الاعلامي والصحفي حيث بصمتهم التي لها اثر واضح في مختلف مراحل مسيرة العمل الوطني الصحافة البحرينية والعمل الاعلامي ككل مبني على ارث رصين للرواد الاوائل في هذا المجال الذي شكلوا الابنات الاساسية التي تم البناء عليها وتحديثها عاما تلو الاخر حتى جاء الاهد الزاهر لجلالة الملك المعظم ليشكل دفعة جديدة وقوية للعمل الصحفي والاعلامي واحتفال هذا العام يتزامن مع الاحتفال باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم اذ ان العهد الزاهر لجلالته شهدت فيه الصحافة والاعلام البحرينيان دعما وتطورا على كافة المستويات وهو ما بدت تجلياته واضحة المعالم في المستوى المرموق الذي وصلت له الصحافة البحرينية ومدى قربها لكل ما من شأنه مصلحة البحرين ورفعتها وفي يوم الصحافة البحرينية دائما ما اكد جلالته ايده الله عن عظيم امتنانه وتقديره للصحافة الوطنية التي تؤدي رسالتها النبيلة في خدمة الوطن بكل كفاءة واقتدار والتزامها الراصخ بشرف المهنة الصحفية وتمسكها بامانة الكلمة الموضوعية في اطار من المسئولية التي تدعم جهود الوطن في مسار التنمية وتحافظ على مكتسباته ومن اجل البحرين وتحقيقا لرؤى وتوجهات وتوجيهات جلالة الملك المعظم ايده الله تستمر كافة المؤسسات الصحفية والاعلامية بدورها الوطني بروح فريق البحرين الواحد لتكون مرآة تعكس منجزات الوطن اقليميا ودوليا وصوتا للوطني وعينا للحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر